حين يدرك الإنسان أهمية العلاقة مع الآخرين هذه مسألة أساسية ينبغي أن تكون محوراً وأولوية في تفكيرك وفي اهتماماتك بعض الناس وكانه لا يبالي بالعلاقة مع الآخرين رضا ولو زعلوا هو يبغي يعيش بكيفه كما يشاء هذا خطأ كبير إذا حمل الإنسان هذا الهم ووعى بهذه الأولوية فإن عليه أن يأخذ زمام المبادرة في العلاقة مع الآخرين وأن يوفر أجواء صنع العلاقة الناجحة مع الغير قريباً كان أو بعيداً البعض من الناس ينتظر أن الآخر هو لازم يتعامل زين حتى أنا أتعامل إياه زين هذا خطأ أنت لا تنتظر أن الآخر هو اللي يبدأ أنت لازم تبدأ أن تخذ زمام المبادرة أن تبادر لصنع أجواء العلاقة الإيجابية مع الطرف الآخر سواء كان ضمن أسرتك ضمن زملائك ضمن أصدقائك ضمن مجتمعك ضمن محيطك الإنساني والبعض من الناس حينما تسوء العلاقة يحمل الآخرين دائماً يلقي اللوم على الآخر لما في خلاف زوجي مو هو المخطئ؟ الطرف الآخر هو المخطئ في رأيه يحمله المسؤولين مع جارة مع زميلة مع صديقة هذا سهل أن تحمل الآخرين المسؤولية الصعب أنه أنت تشوف وين نقطة الخلل عندك أنت تشوف ما هي نقطة الضعف عندك التي سمحت بحصول هذا السوء في العلاقة بينك وبين الآخر ولذلك النصوص تركز على هذا المبدأ أن أنت في علاقاتك مع الآخرين ينبغي أن تأخذ زمام المبادرة في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله خيرهما الذي يبدأ بالسلام إن تبادر للعلاقة الإيجابية مع الطرف الآخر مع مديرك مع الموظف اللي عندك مع العامل مع جارك مع زميلك مع أفراد أسرتك أن تخذ زمام المبادرة وورد عن الإمام الصادق عليه السلام ملتقى مؤمنان قط إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لأخيه إن تحاول أن تكون أشد حب للطرف الآخر عندنا نصوص كثيرة في الأحاديث والروايات تتحدث عن التودد إلى الناس إن تتودد للآخرين يعني إن تحاول أن تودهم وحاول أن تخليهم يودوك تودد إلى الطرف الآخر ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال رأس العقل بعد الإيمان بالله التودد إلى الناس إن تحمل هم التودد إلى الآخرين كائنا من كان هذا الآخر وفي نص رأس العقل بعد الإيمان بالله التحبب إلى الناس تحبب إلى الآخرين وعنه صلى الله عليه وآله التودد نصف الدين سبحان الله يعطي التودد للآخرين كسب محبة الآخرين كسب العلاقة الجيدة مع الآخرين يعطيها صبغة دينية نصف الدين وفي حديث آخر التودد نصف العقل يعني العقل يدفعك لهذا والدين يدفعك لهذا ترجمة نانسي قنقر